قضية سهير ملحم الزوجة التي رماها زوجها ياسر صعب من الطبقة الثانية في بشامون باتت قضية رأي عام دار حولها كثير من الشائعات ومنها أن سهير هي من رمت بنفسها أما هذا التقرير سيظهر للمرة الأولى الزوجة الضحية وهي تخبر بما جرى لها بعيدا من القيل والقال فت بدي فوته على قوضة القعود لسه مرفو بدي أرشوفه لنايم على الكنبية هو وقف وراء الباب وماسك قضيب بولاد حديد رفعوا بطريقة هجومية انصدمت أنه ما عملت شيء وبلش ضرب وأنا كنت عم بيحمي وجي وراسي من الضرب مش ما ينزل هلا هادي عندي إيدي طحن لي إياها وهادي مكسورة دا كانت صرت تصرخ للجيران اللي يسحبوني من بان إيديه ركضت على برندة قوضة القوضة كان فيش فهود كان في عالم بصات كلها تحت اللي كانت الخبطة نازلة على راسي عدت بالأرض وقعت على المنشر الغسيل اللي هو كماسكني من كانست وبنطلوني ونازل فين صرت ثلاثة رباع لورا أنا دايخة طلقت بدربزين الفرندة صارت ارتقني على إزاي بتبرعب الحق بالحديدة مشت حالي إلا صرت تحت شو السبب ما بعرف حاج با يقولوا أنا رمات حالي بأي حق بيجي بالدعو أنه أنا اللي رمات نفسي ما يدهج جنون أنه والله كان بلعظة جنون لا شاف حد أنا عندي وكان قاعد يعني ويبقى لبالباد هزادي بعضها برجريمة قتل أنا بنظر هزادي أنا بطالب الدولة تأخذ لي حق منه تأخذ لي حق منه من وزارة من وزير الداخلية من وزير الشؤون الاجتماعية من وزير الصحة من وزير من رئيس القضاة يأخذ لي حق منه بالقانون أنا تحت القانون تحت سقف القانون تحت حماية القانون مش فوق القانون أنا بدي حماية لأهلي ولأولادي اللي ما بعرف عنهم شي صار لثمانتي أيام بالمستجفى حاجب أهله يقولوا أنه نحن عم نصابين عم نطلب منهم مصاري بالعكس بالعكس أنا بتشكر وزير الصحة من كل اللي قام بمصاريف المستجفى كلها ولكن ما غطى للأدوي اللي بعد المستجفى ولا التصوير بعد المستجفى ولا العملية اللي بدي أعمل الجهاز من بعد المستجفى أنا عندي شكر خاص للمستجفى اللي بعدها مستضيفتني لهوني وأنا لحد هلأ خايف أظهر ما عارف شو حد يصير معي بعدين أنا رجعت له أول مرة وثاني مرة وثالث مرة أكرمت هات ثلاثة قال له شو حاجة للمرأة قال له الأمر منه الله كتب لي عمره جديد لأنه أولادي بحاجة لألي والله العظيم أولادي بحاجة لألي لأنه نحن عايشين مأسد بقلب البيت معه شقيقة سهير تنكر كل ما أشيع عن طلقيهم أي مساعدات مادية وطبيب سهير يؤكد تعنيفها قبل رميها من الشرفة هلأ المريضة وصلت لعنها طبعا بحالة صعبة بيّن أنه في عندك صورة بإيديها بظهرها جروحات كبيرة براسها وطبعا فيه علامات ضرب بجسمها عشان هيك فكرة الانتحار هيده مستبعدة بالنسبة لإله هلأ بالنسبة لوضع الصحي بالوقت الحالي عملنا اللي لازم بس المرحلة اللي فيتين عليها وضعا نفسي فهون هلأ كيفية التعامل معها كيف بدأت التعالج وين بدأت تقعد هذه المواضيع كلها بدنا ننتبه لكتير ويبقى هذا التقرير تسجيلا لشهادة الضحية بالصوت والصورة ودليلا يستفيد منه المعنيون ليالبو موسى قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر